السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس في درسنا لهذا اليوم بعنوان دورة حياة الإنسان ثلاثة ما الذي سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم؟ بعد انتهائنا من الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تحقق الأهداف الآتية أن تحدد خصائص مراحل المراهقة والشباب والشيقوخة أن تقارن بين مراحل حياة الإنسان أن ترسم مخططا يوضح المراحل المختلفة لدورة حياة الإنسان اختبر معلوماتك افتح كتابك المدرسي صفحة 66 لإجابة على السؤال السادس اختر الإجابة الصحيحة في أي مرحلة تبدأ الأسنان الدائمة بالظهور؟ ما رأيكم؟ هل هي مرحلة الطفولة؟ أم الطفولة المبكرة؟ أم المراهقة؟ أم الشباب؟ نعم أحسنت إنها مرحلة الطفولة اختبر معلوماتك أي من الآتية من خصائص مرحلة الطفولة المبكرة؟ بدء ظهور الأسنان اللبنية يصبح قادرا على العمل ظهور الشعر في بعض المناطق يصبح صوت الذكر خشنا ما رأيكم؟ نعم إجابة صحيحة بدء ظهور الأسنان اللبنية والآن أرجو منك عزيز الطالب مشاهدة الفيديو الآتي للإجابة عن الأسئلة التي تليه وفي اليوم التالي ذهب راشد لجده وقال له حدثني أبي في الأمس عن مرحلة الجنين الطفولة المبكرة والطفولة ما رأيك يا جدي أن تحدثني أكثر عن مرحلتك المراهقة والشباب والشيخوخة أيضا؟ قال الجد هيا بنا لأحدثك عن رابع مرحلة من دورة حياة الإنسان وهي المراهقة تبدأ مرحلة المراهقة من بعد سن الاثني عشر سنة وصولا إلى سن العشرين سنة حيث يتعرض فيها المراهق لتغيرات عديدة وأهمها تغيرات في الجوانب العقلية والاجتماعية وأيضا الجسمية يصبح صوت الذكر خشنا وصوت الأنسى ناعما يعتمد الإنسان على نفسه بشكل كبير وأخيرا يبدأ الشعر بالظهور في أجساء الجسم قال راشد وماذا عن مرحلة الشباب يا جدي؟ تبدأ مرحلة الشباب من عمر العشرين سنة إلى الستين سنة ومن أهم خصائص هذه المرحلة أنه يتوقف نمو العضلات والهيكل العظمي تتصف بداية هذه المرحلة بذروة القوة والحيوية والنشاط ويصبح للشخص الكثير من الخبرات والمعارف والتجارب ويبدأ الشخص بتكوين أسرة قال راشد وماذا عن المرحلة التي أنت فيها الآن يا جدي؟ تبدأ مرحلة الشيخوخة من بعد سن الستين سنة ومن أهم خصائص هذه المرحلة أنه يصبح جسم الإنسان ضعيفا والعظام هشة يصبح لون الشعر أبيض والجلد مجعد ويبدأ طول بعض الأشخاص بالنقصان قال راشد لجده أشكرك يا جدي على هذه المعلومات القيمة وأتمنى من الله عز وجل أن يحفظك لنا بعد أن شاهدت الفيديو ما المراحل العمرية التي ظهرت في الفيديو السابق؟ ما رأيكم ما هي هذه المرحلة؟ نعم أحسنتم إنها مرحلة المراهقة وما هي هذه المرحلة؟ نعم أحسنتم إنها مرحلة الشباب وما هي هذه المرحلة؟ نعم صحيح إنها مرحلة الشيخوخة رابعا مرحلة المراهقة ما الفترة الزمنية لمرحلة المراهقة بالسنوات؟ نعم صحيح تبدأ من 12 سنة إلى 20 سنة تقريبا ما هي أهم التغيرات الجسدية التي تحدث في مرحلة المراهقة؟ أولا تغيرات الجوانب العقلية والاجتماعية والجسمية ثانيا حدوث تغيرات لاستكمال عملية البلوغ ثالثا يصبح صوت الذكر خشنا وصوت الأنثى ناعما رابعا يبدأ الشعر بالظهور في بعض أجزاء الجسم عند كل من الذكر والأنثى خامسا القدر على القيام بالكثير من حاجاتهم ومتطلباتهم الشخصية بنفسهم خامسا مرحلة الشباب الرشد ما الفترة الزمنية لمرحلة الشباب بالسنوات؟ نعم أحسنت تبدأ من 20 سنة إلى 60 سنة تقريبا ما هي أهم التغيرات التي تحدث في مرحلة الشباب؟ أولا توقف نمو العضلات والهيكل العظمي وبالتالي ثبات الطول ثانيا يصبح للشخص الكثير من الخبرات والمعارف والتجارب ثالثا تتصف بداية هذه المرحلة بذروة القوة والحيوية والنشاط رابعا يبدأ الشخص بتكوين أسره سادسا مرحلة الشيخوخة ما الفترة الزمنية لمرحلة الشيخوخة بالسنوات؟ نعم أحسنتم تبدأ بعد سن الستين ما هي أهم التغيرات الجسدية التي تحدث في مرحلة الشيخوخة؟ يضعف جسم الإنسان وتصبح عظامه ضعيفة وهشة يبدأ طول بعض الأشخاص بالنقصان يصبح لون الشعر أبيض الشيب والجلد مجعدا تضعف حاستي السمع والبصر افتح كتابك المدرسي صفحة 61 للإجابة على السؤال التالي قارن بين مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة من حيث البداية والنهاية والتغيرات الجسدية نبدأ بمرحلة المراهقة فما هي البداية والنهاية لها؟ نعم أحسنت من 12 سنة إلى 20 سنة وما هي التغيرات الجسدية؟ أحسنت ظهور الشعر على بعض الأماكن وتغير الصوت والآن مرحلة الشباب فما هو زمن البداية والنهاية؟ نعم أحسنت من 20 سنة إلى 60 سنة وما هي التغيرات الجسدية؟ نعم صحيح يبدأ الشخص بتكوين أسرة والآن مرحلة الشيخوخة فما هو زمن البداية والنهاية؟ نعم أحسنت بعد 60 سنة وما هي التغيرات الجسدية؟ أحسنت يصبح الشعر أبيض والجلد مجعد ويضعف الجسم افتح كتابك المدرسي صفحة 61 للإجابة على السؤال التالي لماذا يصعب علينا تحديد عمر الإنسان بناء على شكله الظاهري؟ ما رأيكم؟ نعم أحسنت لأن مظاهر كل مرحلة تتفاوت من شخص لآخر فلا تعطي العمر الحقيقي للإنسان افتح كتابك المدرسي صفحة 65 للإجابة على السؤال التالي قارن بين مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة من حيث قوة الجسم ما رأيكم؟ نعم أحسنتم في مرحلة الشباب تكون ذروة القوة والنشاط أما في مرحلة الشيخوخة فيضعف الجسم والعظام في السؤال التالي صل الفترة الزمنية الصحيحة مع كل مرحلة عمرية سنبدأ بمرحلة الطفولة المبكرة فما هو العمر المناسب لها؟ نعم أحسنتم من صفر إلى سنتين وماذا بالنسبة لمرحلة الطفولة؟ نعم صحيح من سنتين إلى اثنتين عشرة سنة وماذا بالنسبة لمرحلة المراهقة؟ أحسنتم من اثنتين عشرة سنة إلى عشرين سنة ومرحلة الشباب؟ نعم صحيح من عشرين سنة إلى ستين سنة ومرحلة الشيخوخة؟ نعم صحيح بعد ستين سنة عزيز الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة 62 لتنفيذ النشاط التالي بعنوان ما مراحل دورة حياة الإنسان؟ الخطوة الأولى من النشاط ادرس الجدوى الأدنى والذي يوضح المراحل العمرية وعمر البداية وعمر النهاية لكل مرحلة في الخطوة الثانية من خطوات النشاط ارسم مخططا توضيحيا للمراحل وعمر البدء والانتهاء لكل مرحلة أرجو منك عزيز الطالب أن تقوم بإيقاف الفيديو لتقوم بتمثيل البيانات الموجودة في الجدول ضمن المخطط البياني إن قمت بعملية تمثيل لتلك الأرقام ضمن المخطط البياني ستكون لديك النتائج التالية الطفولة من عمر سنتان إلى 12 سنة الطفولة المبكرة من العمر الصفر أي منذ الولادة إلى عمر سنتان الشباب من عمر 20 سنة إلى 60 سنة المراهقة من عمر 12 سنة إلى 20 سنة والشيخوخة أكثر من 60 عاما في الخطوة الثالثة من خطوات النشاط أجب عن السؤال التالي حدد المرحلة التي يقضي فيها الإنسان معظم عمره ما رأيكم؟ نعم أحسنتم بناء على القراءات التي حصلنا عليها نلاحظ أن أطول عمود والذي يدل على أكثر فترة زمنية يعيشها الإنسان هي مرحلة الشباب في الخطوة الرابعة أجب عن السؤال التالي أي المراحل أقصر فترة زمنية؟ نلاحظ الآن الأعمدة التي قمنا بتمثيلها وبالمقارنة بين طول الأعمدة نجد أن أقصر فترة زمنية هي في فترة الطفولة المبكرة ماذا تعلمنا اليوم؟ مرحلة المراهقة تمتد من 12 سنة إلى 20 سنة وتتميز بظهور الشعر على بعض الأماكن وتغير الصوت أما مرحلة الشباب فتمتد من 20 سنة إلى 60 سنة وتتميز بأن الشخص يبدأ بتكوين أسرة وذروة القوة والحيوية والنشاط للإنسان أما مرحلة الشيخوخة فهي تبدأ بعد 60 سنة حيث يصبح فيها الشعر أبيض والجلد مجعد ويضعف الجسم والآن ننتقل إلى أسئلة التقويم افتح كتابك المدرسي صفحة 66 للإجابة على السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة ما الفترة الزمنية لمرحلة الشباب بالسنوات؟ ما رأيكم؟ نعم أحسنت من 20 إلى 60 سنة في أي مرحلة يبدأ سن البلوغ؟ ما رأيكم هل هو في الشباب؟ أم المراهقة؟ أم الطفولة المبكرة؟ أم الطفولة؟ نعم أحسنتم إنه يبدأ في مرحلة المراهقة صفح التغيرات التي تحدث عند الإنسان في مرحلة المراهقة يصبح صوت الذكر خشنا وصوت الأنثى ناعما وينمو الشعر في بعض المناطق عند كل من الذكر والأنثى افتح كتابك المدرسي صفحة 66 للإجابة على السؤال السابع لماذا يبدأ طول الإنسان بالتناقص قليلا في مرحلة الشيخوخة؟ ما رأيك؟ نعم أحسنت لأن مفاصله وعضلاته تفقد مرونتها بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم في درس جديد مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح